الحق والعدل الجزء الأول جدير بالذكر أن الله تعالى مع المظلمين دائما فأمر عباده بالحق والعدالة فالمعتقدون من الذين خرقوا الحق والحقوق والعدالة في الدنيا بأنهم أفلتوا من الحساب ذات يوم سيحاسبون ورؤوسهم محنية أمام الله تعالى فهو أحكم الحاكمين الأخلاق الإسلامية رفعت روح الإنسان إلى ذروة الفضيلة بما تحويه من جماليات وكماليات للبشرية جمعا بامتلاكها أساسا لا يتزحزح في جوهر الحق والعدل الاستثنائي لأنه لا يمكن تأمين السعادة البشرية إلا بتحقيق التوازن في الحق والعدل إذن ما هو الحق والعدالة؟ بتعريف عام التعامل مع الأشخاص والأشياء كما يستحقون إعطاء الحكم الصحيح التصرف بتعقل وتوازن كما أن إعطاء الناس أكثر مما يستحقون يعتبر انتهاكا لحقوق الآخرين فالإنقاص من حقوقهم يعتبر اقتصابا للحق وإخلالا بالعدل المؤمنون الحقيقيون يحجمون عن مثل هذه الآثام يعني على المؤمن إعطاء كل ذي حق حقه حيث نجد أن الإسلام أمر بالعدل في كل مناحي وأوجه الحياة ولا يمكن تحقيق الحق والعدل إلا من خلال مراعاة التوازن بينهما يعني مفهوم العدل هو في مركز الأمر والنهي الإلهيين على هذا النحو يتوجب على المؤمن أن يتصرف بعدالة انتجاه خالقه أولا ثم تجاه المخلوقات بعدها مع نفسه في هذه الحالة يتوجب على المؤمن أن يتصرف بعدالة عند الإدلاء بالشهادة وفي الكلام والحكم بين الناس والكتابة والكيل بالميزان إلى جانب ذلك على المؤمن إبداء الاهتمام اللازم بالعبادات والحقائق الإلهية ورعاية حقوقها لأنه دين وواجب على العباد وحق لله جل جلاله إذا عاش المؤمن حياته ضمن الشعور بمقاييس الحق والعدالة لأن الحق والعدالة من صفات الله إن الله تعالى يعبر بأنه بالذات الصاحب المطلق للحق والعدالة فمن أسمائه الحسنى العدل هذا الإسم السامي لله تعالى في حالة تجل دائم خصوصا سيتجلى بكل عظمته عند الحساب الإلهي في الآخرة قال الله في الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين جدير بالذكر أن الله تعالى مع المظلومين دائما فأمر عباده بالحق والعدالة فالمعتقدون من الذين خرقوا الحق والحقوق والعدالة في الدنيا بأنهم أفلتوا من الحساب ذات يوم سيحاسبون ورؤوسهم محنية أمام الله تعالى فهو أحكم الحاكمين يمكننا القول بأنه سيتعرض الإنسان للحساب الكبير من بين جميع المخلوقات في موضوع الحق والعدالة ووضع على عاتق الإنسان تحمل مسؤولية حق وحقوق جميع الكائنات كونه أشرف المخلوقات من هذا الاعتبار فمهمة حماية حقوق كل الكائنات تقع على عاتق الإنسان إلى جانب الحقوق العائدة له يعني مسؤولية المحافظة على حقوق النباتات والحيوانات والأشياء عائدة للإنسان هؤلاء أولياء الحق عز وجل أصبحوا نموذجا بإبدائهم حساسية قصوى بخصوص رعاية حقوق الكائنات الأخرى هذا المثال فيه دلالة عميقة من أولياء الحق عز وجل سيدنا أبو يزيد البستامي أثناء ترحاله ارتاح تحت شجرة لتناول طعامه بعدها تابع طريقة بعد مدة لاحظ نملة على جعبته عاد أدراجه قائلا أبعدت مخلوق الله عن موطنه فتركها تحت تلك الشجرة لا تؤذي حتى نملة تجر حبه لأنها تملك روحا والروح حلوة وبهيجة يوم القيامة سوف تبعث المخلوقات الأخرى مع البشر ويستوفون حقوقهم الدنيوية منتهكة لذلك من محظورات الدين إيذاء الحيوان وإرهاقه أكثر من طاقته حتى قطع غصن أخضر بدون سبب حتى لم يجز ظلم حيوان ضار أو قتله بحكم الضرورة مثلا أمر عند التخلص من الأفعى قتلها بضربة واحدة دون إيذاء وأخيرا واجب على كل مؤمن أن يستخدم ميزان العدالة باستقامة طوال حياته وأن يدرك بشكل جميل المعنى العميق للحق والحقوق والعدالة من كبرى فضائل المؤمن لذلك يجب عليه أن يراعي الحق والعدالة في حياته وأن يسعى لنشرها هناك فضيلة عليا للعباد الذين مضوا قدما في طريق النضوج والإدراك وهي فضيلة العفو في العدالة المؤمنون الكاملون الذين وصلوا إلى أفق رؤية عالية في الأخلاق والإيمان يفضلون مواجهة الأخطاء التي ترتكب بحقهم بالرحمة والعفو بدلا من العدالة من أجل ذلك يأملون بأن يقابلهم الله تعالى بالإحسان واللطف والرحمة والعفو لا بالعدالة والحق في الميزان الإلهي يوم القيامة أثنى الله تعالى على هذه الأخلاق الجميلة في الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين والخلاصة أليس الحق مقابلة كرم لطف الله تعالى في الآخرة لأجل هذا العباد الصالحون والعارفون لا يميلون إلى القصاص والمقابلة بالمثل على الإيذاء والجفاء المرتكب بحقهم ويتغلبون على غضبهم بصبر من أجل الله ويسلكون طريق العفو والمسامحة دائما هكذا بإعفاء عباد الله مرارا يحاولون كسب العفو الإلهي وبهذا الدستور عفى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن الشخص الذي افترى على ابنته وأمنا عائشة رضي الله عنهما واستمر في إعطائه الصدقات الآية الكريمة التالية تحمل دلالة عميقة في تشجيع هذه الأخلاق السامية قال سبحانه وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بهذا المعنى يعمل العباد العارفون بمقتضى الآية الكريمة قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من الأمثلة الأخرى الجميلة تعرض يوسف عليه السلام لظلم كبير على يد إخوته هذا النبي الكبير الذي قام بإكرام وإحسان إخوته طالب العون منه دون أن يعرف عن نفسه واستسلموا للحق بعد أن علموا بهوية يوسف عليه السلام أمام فضيلته العليا بشهادتهم عليها وإكرامه لهم بسخاء وجود قال سبحانه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وقدم سيدنا يوسف عليه السلام مثالا كبيرا للعفو وقال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وبقوله هذا أفاض من فضائله أيضا وبقوله هذا برأ إخوته وحمل إبليس الذنب قال سبحانه نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بعدها استعرض فضيلة تلو الأخرى وأثنى على إخوته قائلا ابتاعوني عبدا بفضلكم علم في مصر أنني بن النبي هكذا سامح إخوته على ما وقع منهم من ظلم واضعا ستار العفو على أفعالهم ونتيجة لذلك جعلهم ينتشون بفضل استعراضه للأخلاق والفضائل العالية انطلاقا من هذه الأخلاق العالية يمكننا القول أن الصفحة عن المذنبين وإبدال العدالة بالرحمة لأسلوب فريد للإصلاح والإرشاد طبعا شريطة إحساس المذنب بالأسف والندم علينا أن لا ننسى بأن العفو عن المذنب أفضل من معاقبته حينما يكون صادقا في ندمه على أن لا يرتكب الجرم مرة أخرى فيتحول العفو إلى عجز وضعف حائد عن الفضيلة عندما لا يبد المجرم ندما كهذا وتكون النتيجة وفق أسلوبه وحاله مثلا العفو عن المذنب المصر على فسقه وظلمه لا يفيد سوى تسجيعه على الخطأ وحفزه على الظلم والتعسف وعندما يتم ذلك فحق طبيعي للمتضرر طلب العقاب للمذنب لانعدام احتمال الإصلاح عند العفو عن أخطائه من جانب آخر في المسائل الشخصية والفردية العفو عن الشخص المذنب لأجل إصلاحه يتناسب مع الفضيلة والتقوى معا أما المسائل التي تخص العموم والآخرين فيتوجب إحقاق العدالة بشكل تام وعلى العكس الجرائم التي تبقى بلا عقاب تتسبب في تماد المذنبين ومن ذلك يتضرر المجتمع بأكمله ويظلم الجميع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشد حياتنا كان يعفو عن الأخطاء المرتكبة بحقه لكنه لم يكن يحتمل الأخطاء المرتكبة بحق الآخرين بذلك كان يؤمن العدالة المطلقة هذا هو أحد مقاييس صاحب الحق والعدالة القادرون على العدالة بهذا الشكل بذات الشكل يفوزون بالتصرفات العادلة لترقب العدالة من الآخرين علينا أولا أن نكون عادلين فيما يتعلق بأمور الناس لأن سعادة وسلامة الحياة البشرية وقف على مدى تماسك ميزان الحق والعدالة بتوازن أخيرا مفهوم العدالة حول كل هذه الحقائق حاجة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها للسعادة والانسجام والنظام في المجتمعات بهذا المفهوم يبغي الإنسان فحوا مختلفا جدا في شعوره وأحاسيسه اللازمة لامتلاكها تجاه ربه في أيامنا هذه من المسائل المهمة وقوع الناس في الخطأ حول مفهوم العدالة الإلهية لأن جميع الناس لا يملكون إمكانات متساوية في هذه الدنيا منهم قصير العمر ومنهم المعمر منهم سليم الصحة ومنهم السقيم ومنهم معاق بالولادة ومنهم الغني ومنهم الفقير ولكون الله تعالى هو الذي قدر ذلك وهذا الأمر إذا نظر إليه عن بعد بقلب جاهل وعقل جاف تبدو العدالة الإلهية متناقضة هذه الادعاءات التي تبدو في صورة الحق قولا نجد أن المسألة واضحة أمام الأعين إذا نظرنا إليها من نافذة الإيمان والحكمة لأن العدالة قائمة بالاستحقاق لا يوجد شخص خلق لأنه استحق ذلك خلق الإنسان من العدم والخروج من العدم إلى عالم الوجود لطف إلهي عظيم لدرجة يعجز عنه الشكر ما أعظم الكرم الإلهي؟ خلقه كإنسان ليس عشباً وأوراق شجر أو حجراً أو تراباً أو أفعى بل أشرف الكائنات هذا ومكاسب أخرى عديدة مماثلة أوليس عطاء مجاني ولطف إلهي تام؟ ما المقابل الذي دفعناه كي ننال هذه النعم؟ بمثل هذا الحال سيفنى كل طالب العدالة وهم في ضلال وحاشى لله تعالى أن يحاسب بسبب الحرمان المتقلب في حياتهم لأن العبد لا يملك حقاً أو رأس مال مقابل خلقه كي يكون له الحق في مطالبة الله بالعدالة من أجل هذا العدالة قائمة على أساس دفع الثمن وكسبها بالعمل يعني استحقاقها علينا أن نفكر أي بدل دفعناه كي نخلق بشراً بأي عمل وبأي كسب أصبحنا بشراً رد الجميع معروف لا شيء لا شيء بتاتاً إذن يجب أن ندرك جيداً أراد الله عز وجل أن تكون الحياة بصفحتين الدنيا والآخرة وتجلت بشكل بارز في صفته الثانية العادل والأولى اللطيف يعني خلق الله العالم والإنسان بصفته اللطيف لا بصفة العادل فكل ثمار الخليقة لطف من الله عز وجل حاشى لله عز وجل أن يكون ملزماً بتوزيع النعم بالتساوي أصلاً لو كان بين المخلوقات اثنان متساويان بالمعنى المطلق لكان وجود أحدهم عبثاً يعني بدون حكمة إنقاص من صفة الله تعالى المتعالي الذي خلق الكائنات ونظمهم باتزان وحساسية قصوى والله منزه عن كل عيب من هذا المنظور لا يمكن لأحد القول قامتي قصيرة ماذا كان إثمي؟ أو لماذا ولدت طفلاً لجاهل ولم أولد لعالم؟ أو لماذا جئت طفلاً لأب فقير ولم أكن لغني؟ لأن كل ذلك عبارة عن تجليات الفروق في قسمة لطف الله الحادثة التي وقعت في عصر السعادة تجسد هذه الحقيقة طلب ثعلبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كي يصبح غنياً فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه بعدها سأله من أجل إقناعه أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ أما ثعلبة فقد أعمى بصره عن هذه الإشارات النبوية وطلب الغنى بإصرار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يصبح غنياً ثعلبة الذي أصر بعناد لدرجة الغفلة عن إدراك تنبيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النتيجة أصبح ثرياً لكنه لم يتفادى حفرة نكران الجميل التي وقع فيها قارون ثم ندم فجعل يحثو على رأسه التراب وعاش متأثراً بعدم تمثله لنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات أيامه وقال على فراش الموت آه ليتني أصغيت إلى نصح سيدنا الرسول مقهوراً في ندم طمعه الذي سمم حياته الأبدية لذلك علينا أن لا ننسى أبداً الآية الكريمة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن رضاء العبد بما وهبه الله له مسؤولية ومن موجبات النطج معاً لذلك فإن عدم المساواة في النعم الموهوبة لا يعني غياب العدل يمكن لرب العالمين أن يخلق أحد عباده سليماً والآخر بعاها ويمكنه خلق أحدهما في غاية الذكاء والآخر منخفض الذكاء فهو يخلق الثعبان فيزحف والطير فيطير لا حق للمخلوقات في الاعتراض على هذه القسمة أبداً الواقع أن الحيوانات تملك من الذكاء والإدراك والإحساس فقط بقدر ما تحتاجه منها لإدامة حياتها لذلك تراها راضية بحالها لا هم لها غير إشباع جوعها ورغباتها الفطرية الطبيعية لذلك ليس وارداً أن تحس بالشقاء لأنها لم تخلق من البشر وكما لا يحق لحيوان أو نبات أن يتظلم لأنهما لم يخلق من البشر كذلك لا يحق لذوي العاهات أو المرضى أو الفقراء أو المحرومين اتهام الله تعالى وحاشى لله بعدم الإنصاف فهذا مما يتناقض مع العقل والمنطق والضمير قبل كل شيء بقي القول إن في ميزان الآخرة سيتبين أيهما أفضل كثرة النعم أم قلتها الممنوحة للعباد بكرم ولطف من الله لذلك فالديون التي تخلفها قلة النعم قليلة أما ديون النعم الكثيرة فتكون كبيرة والتسليم لتقدير الله أفضل طريق لإدراك الإنسان العاجز لأسرار وحكمة القدر بالشكل اللائق وفي هذا الخصوص حال الصحابي أبي طلحة وزوجته أجمل مثال في الرضاء والقناعة الحادثة باختصار جرت كما يلي كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقمض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا قالت فاحتسب ابنك وواري الصبي قال إنا لله وإنا إليه راجعون فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم أعرست من ليلة؟ قال نعم قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله إذن فهذا الشعور بالأمانة في هذه الدنيا دار الانتحان وهذا الرضاء والقناعة المطلوبتين للنعم الممنوحة من الله تعالى والمعادة له لذلك من أهم شروط العباد المؤمنين للتقرب من الله عز وجل أن يكونوا على الحال الذي كان عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وقوله دائما على الرغم من تغير شروط امتحانه أسلمت لرب العالمين ربنا اجعل من نصيبنا العيش في رضاء وقناعة بمعاني سامية وحقه ولا تضللنا عن الحق والعدالة وعاملنا بعفوك يوم الحشر وتوجنا برحمتك وعفوك جميعا بالحق والعدالة معا آمين الحق والعدل الجزء الثاني الدنيا ليست مسرحا للمنافع ورغبات النفس ولسنا فيها للتشرد ولم نأتي إلى هذا العالم بلا غاية يكون الإنسان ظالما بلا دراية عندما يكون أسير رغبات النفس الدنيوية وبذلك يخسر الحياة الأبدية لم يأتي هذا الكم الهائل من الكائنات التي نعيش معها عن طريق الصدفة فلم تخلق الرغبات النفسية كي تكون مسرحا للمنافع ففي هذا الإطار كان مكانا لامتحان البشر الذي خلق من أجل غاية سامية لذلك فخلق الكون والبشر ليس عبثا يعني ليس بلا سبب أو بلا غاية وبلا هدف أي عبثا إن ربنا منزه من كل أنواع اللغائية ولا سببية ولا حكمية والعبثية فكل شيء فيه حق لأن من أسماء الله الحسنى الحق قال تعالى في الآية الكريمة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق فكل الكائنات والبشر والكون إبداع رائع وعظيم خلقت في توازن وبمقاييس حساسة فوق العادة وبعبر وحكم لا تحصى فكل إنسان يمتلك عقلا سليما ملزم بالتفكير عميقا في عظمة التجليات والقدرات الإلهية إن الله تعالى في الآية الكريمة حذر ونبه إلى هذه الحقيقة قائلا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وقال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون كما أفادت الآيات الكريمة بصراحة بأننا لم نأتي إلى الكون مكان الامتحان بلا غاية ولا أن نترك تائهين فلقد أمرنا الله عز وجل برعاية الحدود الموضوعة على بعض الممنوعات عند توجيه إرادتنا في اختيار الخير والشر وبناء عليه من السهل أن يصبح ظالما من أغواه فساد النفس ولم يحرص في الحياة على الحدود الإلهية بالقدر المطلوب وبذلك يخسر الحياة الأبدية فرعاية الحدود الإلهية تتناسب في الأصل مع نجاة الناس من العذاب الإلهي وعلى العكس من يتسبب بعذاب لنفسه يكون قد ظلم نفسه بالذات فعلينا أن لا ننسى أن الظلم نقيض العدالة إن الحق تعالى يلفت الانتباه إلى هذا الوصف للإنسان في الآية الكريمة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الجهل من الأسباب الواضحة في دفع الإنسان إلى الظلم الجهل الوارد في الآية الكريمة عكس العلم العلم الحقيقي هو الذي يدفع الناس إلى المعرفة القلبية للحق تعالى يعني معرفة الله عز وجل لذلك فكما أن الجهل يسوق الإنسان إلى الظلم فالعلم يدفع الإنسان نحو الخير والحق والعدالة إن الله تعالى هو مركز الحقيقة والحق ومنبعهما كل ما يبلغنا خالق الكائنات من حق وحقيقة هو الحق والحقيقة قال تعالى في الآية الكريمة قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ولذلك فالناس يظلمون أنفسهم بالجور على الحقائق الإلهية السامية بعدم الاكتراث لأوامر ونواهي السعادة الأبدية لله ورسوله والعمى عن الحقائق الإلهية من أفجع أنواع الظلم فلكل ظلم عقاب معين إلا أن الجريمة المرتكبة ضد الحقائق الإلهية فعقابها العذاب الأبدي وهذا يظهر بأن كفر الناس وظلمهم وجورهم يؤدي إلى جهنم أبديا يرى في الظاهر بأن الظلم يضر بالآخرين ولكنه في النتيجة يقود مرتكب الجرم إلى عذاب أليم يعني أكبر خسارة للظالم هي نفسه لذلك تتكرر تعابير ظلموا أنفسهم في القرآن الكريم مولانا جلال الدين الرومي تقدس سره يوضح الظلم والحق بتشبيه لافت للنظر ما العدالة إلا إرواء أشجار الفاكهة وما الظلم إلا إرواء الشوك من لا يعرف العدالة يشبه معزة ترضع جروى الذئب هذا يعني بأن الظلم الذي ترعرع في كنفه نذير هلاكه فسيأتي يوم يقطعه ويرسله إلى حتفه فالتاريخ شاهد على الذين أخلوا بالحق من أجل المنافع الفانية بأنهم حفروا قبورهم فقط لذلك من الواجب الشعور بالحق والبقاء على العدالة مهما كانت أعباؤها ثقيلة على النفس الخلاصة أن الظلم هو العذاب بغير وجه حق خلق الإنسان غنيا في منزلة شريفة بين المخلوقات فمن سيدفع فاتورة العذاب في انسياقه إلى مستنقع العصيان والخطيئة ضاربا عرض الحائط قيمه السامية وكرامته الدفينة في جوهره من أجل الأهواء المتقلبة والرغبات النفسية والسعادة الفانية لذلك فالمرء ملزم بأن يكون عادلا ورحيما مع نفسه أولا وعادلا مع الآخرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لمثال سام في خصوص تحقيق ذلك القدوة الحسنة في العدل وهب ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية مثالية لكل البشرية ووهب الأمة قسطاطا فعليا متمثلا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم النزيهة في كل أمر ونهي لذلك فالإسلام ديننا السامي دين صيرورة الحياة في أفضل شكل هذا يعني أن الإسلام مبادئ سامية وليس أفكارا بشرية دنيوية أو عبارة عن نظريات صرفة لا ترى النور للتطبيق لأن الحق تعالى قدم للبشرية الأمثلة العملية لكل أحكام الإسلام كذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأمر الأمة بشيء ما كان يطبقها على نفسه ومقربيه أولا وعندما ينهاهم عن شيء ما كان ينها نفسه ومقربيه أولا فكما أنه لم يكن يقبل امتيازا لنفسه أمام العدالة لم يسمح قط بالتفريق في المعاملة بين وجهاء وأغنياء المجتمع والناس الآخرين كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المثالية مثالا لقيم الفضائل العالية لدرجة الإعجاب في كل الخصوص كما هي فالحق والعدالة وهذه بعض منها حتى لو كانت فاطمة بنت محمد في إحدى أيام عصر السعادة قامت امرأة ذات نسب من بني مخزوم بالسرقة فصار أهل المرأة يفكرون بالشخص الذي سيرسلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوسط من أجل العفو عنها وأخيرا قرروا إرسال أسامة بن زيد حيث كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا العفو فتغيرت ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة على هذا الطلب فسأل أسامة حيث كان يحبه كثيرا بنظرات كلها عتب أتشفع في حد من حدود الله فندم أسامة رضي الله عنه عندما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حزن كثيرا واعتذر على الفور قائلا يا رسول الله ادعوا لي كي يعفى عني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الناس أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال الله عز وجل في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى وهكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان قطعي وأسلوب واضح جدا معارضته لأي امتياز للأقوياء في المجتمع أمام العدالة حتى لو كان هذا الامتياز لأي فرد من أفراد عائلته إعلاء الحق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدف إلى تحقيق العدالة في الحياة التجارية والاجتماعية باشتراكه في حلف الفضول قبل نزول الوحي فهذه الجماعة كانت تسعى لإحقاق الحق والعدل في الحياة الاجتماعية والتجارية كانت تساعد الضعفاء والغرباء ممن اختصبت حقوقهم ولم يستطيعوا المطالبة بها على استعادة حقوقهم من الأقوياء القادرين تتجلى كل خصوصيات الحق والعدالة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أحاديثه الشريفة التالية تظهر هذه الحالة إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم تضليل العدالة نصيب في جهنم قال سيدنا فخر الكائنات صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحنوا بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها في الحقيقة إن تستر بعض الناس على ظلمهم ومآربهم الدنيوية وإظهار أنفسهم محقين وهم ظالمون بفضل حدة ذكائهم ولباقة كلامهم ولكن عليهم أن لا يحسبوا أنهم سينجون ففي محكمة القيامة الإلهية سيأخذ حق المظلوم من الظالم ويبسط كل شيء على الأرض على الرغم من اعتقادهم بأنهم نجوا لتضليلهم للعدالة البشرية الدنيوية والرذيلة التي سيقع فيها في الآخرة أكبر من رذائل مآربه الدنيوية وعلى هذا الاعتبار يتوجب على القاضي أن يحاسب وجدانه جيدا قبل أن يصدر حكمه بتبرئة أو تجريم الشخص عند طلب الخصوم لا تنحصر أهمية مسائل العدالة في زاوية حياتية معينة بل في كل جوانبها من التجارة إلى التعليم ومن البيئة إلى العائلة وداخل العائلة أيضا العدل بين الأولاد إن التمييز بين الأولاد بسبب الجنس عجز للرضاء والقناعة وعدم احترام لتقدير الله تعالى وإنها لحقيقة معروفة تعرض البنت للظلم وحرمانها من حقوق كثيرة بسبب الجنس فقط فاتخاذ مسألة الجنس سببا للتمييز ظلم وإجحاف للحقائق الإلهية لأن الله تعالى بيّن أن المقياس الأمثل للتفضيل هو التقوى عن أنس أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بني له فأخذه فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءت بنية له فأخذها وأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما عدلت بينهما فعبر بذلك عن وجوب عدم التفريق بين هذا وذاك والتمييز في المعاملة بسبب الجنس فقط بين البنات والبنين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلامة فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا قال فأرجع القدرة على توزيع الحقوق بدقة روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف عنه وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليه وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قال الله عز وجل في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى كم هو سام ديننا حتى تجاه أعدائه يأمر بالعدل بحرص عظيم يتصرف بالعدل ويرعى الحق دائما وهو يفكر بأن الظالم سيطلب للحساب حتى لو ظلم مسلما كافرا لذلك قال الرسول الكريم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ومن الأمثلة النمطية في التاريخ الإسلامي على الحرص الكبير في تحقيق الحق والعدل مع غير المسلمين هي حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال بلغني أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج وقالوا قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم فقال أهل حمص لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عملكم ونهض اليهود فقالوا والتوراة لا يدخل عامله رقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود وقالوا إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين سرنا إلى ما كنا عليه وإلا فإن على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد فلما هزم الله الكفر وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلسين فلعبوا وأدوا الخراج وصار أبو عبيدة إلى جندق النسرين وأنطاكية ففتحها أجبر معظم المفكرين غير المسلمين من أهل الإنصاف عبر التاريخ بسبب هذه المقاييس الحساسة وأمثالها في موضوع العدل والحق على الاعتراف بسمو العدالة الإسلامية عندما طلب من الثوار الفرنسيين إعداد بيان حقوق الإنسان في عام 1789 فشكلت لهذه الغاية هيئة تدرس كافة النظم القانونية في العالم وعندما رأى عضو الهيئة الفرنسي لافييت تفوق الحقوق الإسلامية لم يتمالك نفسه فقال قاصدا الرسول الكريم أيها العربي الشريف أنت من وجد العدالة ذاتها العدل أساس قيام الدول لذلك فهذا القول مشهور بالكفر تتجزأ وبالظلم لا تقوم وللتعبير عن أن الإدارة قائمة بالعدالة قالوا العدل أساس الملك حقيقة إن الأمم والدول تظل قائمة بإدارتها القوية والحاكمة ولكن هذا الحكم والقوة يقابله نسبة مراعاة مقاييس العدالة والحق أما القوة المحرومة من العدالة والحق فتولد الظلم لأجل ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه عدالة لا تعتمد على القوة عاجزة وقوة لا تعتمد على العدالة ظالمة جميل ما قاله يوسف خاص حاجب في مؤلفه الظلم نار مضرمة تحرق من يقترب منها والعدالة ماء بتدفقه تنبت النعم هذا يعني عدم مساندة ماء العدالة للنجدة واستمرار نار الظلم في المجتمع إن هذا الماء فقد جوهر قيمته ونقائه وصفائه ونظام العدل الذي لا يسمع نداءات مظلومين يشبه المياه الراكدة نتنة بعد أن بايع الناس الخليفة أبا بكر رضي الله عنه فصعد على المنبر مخاطبا للناس بكل تواضع أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ولذلك فأهم وظائف المؤمنين الوقوف إلى جانب العادلين وتنبيههم بلا تردد عند الخطأ الوقوف في وجه الظلم والتعسف جاء في الحديث الشريف إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر يقوى الباطل حين يسكت الحق فالساكت عن الحق شيطان أخلص والساكت عن الظلم يصبح صنما فأتباع فرعون أمثال هامان الذين جعلوه يقول أنا ربكم الأعلى كانوا شياطين في صورة بشر ولهم باع في ظلم فرعون فسينالون العقاب نفسه في عاقبتهم يوم القيامة لذلك التملق للظلم طلبا للمنافع الدنيوية سبب ذلة وحسرة أبدية ينصر بقوة الحق من تعلق قلبه بالحق فيقف في وجه الظالم ويكون مع المحق دائما مستندا بعزة على الحق لذلك قام سيدنا الحسن البصري بتوزيع العدالة وتبليغها بكل ما أوتي من قوة ولم يسكت على ظلم الحجاج الذي كان معروفا بظلمه جلالة إمام الزمان رفض أن يكون وسيلة للإجراءات التعسفية للخليفة جعفر بن المنصور رفض تولي قضاء بغداد على الرغم من ضربه بالصوت في الزنزانة فشعار المؤمن الكامل هو التواضع وقول الحق بصوت الإيمان ولسان الحق تغلق الأبواب المؤدية إلى الظلم بوجود قائلي الحق وخادمي وعلى هذا الاعتبار فليعلم جيدا كل من ساند الظالم وانحرف للظلم لانسياقه للنفس بأن للظلم والباطل غلبة مؤقتة ولا نصر أبديا وباقيا فالظلم زائل لا محالة إن الإخلال بقواعد العدالة وتجاهل الحق يعني مخالفة الله جل جلاله والعصيان عليه من المقدر والمحقق ينتظر الظالمون عذاب القدرة الإلهية الأليم عاجلا أم آجلا إن تاريخ الظلم والتعسف مملوء بتجليات الانتقام الإلهي المرعبة قال الله تعالى وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وأخيرا مهما بدى سطوع بداية الظلم بنظر ممتهني استخدام العنف نهايتهم ظلام حالك دائما وصفحات التاريخ تشهد على ذلك مرارة ومن جانب آخر العدالة مهما كانت صعبة فنهايتها نور واستقرار وعلى هذا الاعتبار المسلم الذي يكون عادلا تجاه الآخرين في كل مكان وزمان يسعد ويعز في العالمين ويحظى بمحبة الله عز وجل والعباد لا يمكن أن يحوز أي شيء منزاغ عن الحق واستسلم لنفسه لو أنهم حظوا ببعض المنافع المؤقتة والمغرية فلا يجلب لهم ذلك سوى الندم والحسرة في النهاية ربنا حافظ على قلوبنا من الانسياق خلف المنافع الفانية واجعلنا جميعا من عبادك السعداء والمسرورين للوصول إلى العالم الإلهي بوجدان مطمئن والعيش بموجب الحق والعدالة آمين المجتمع والإداريون إن الإداريين والشعب المدار مثل مرآة تعكس أحدهما الآخر وعلى هذا الأساس تتشكل المجتمعات من أصغر خلية لها وهي العائلة والجماعة وصولا إلى الأمة بالمستوى المادي والمعنوي للإداريين مقابل ذلك يتشكل الإداريون من مكتسبات ونصيب المجتمع المادي والمعنوي مثل حساسية كفتي الميزان في المحافظة على التوزن إن الله سبحانه وتعالى وهب الكائنات طرازاً اجتماعياً ونظاماً رائعاً للحياة على غرار خصوصية نظامهم الحياتي ربنا يريد أن يعيش الإنسان بمتانة قلب كي يظهر عظمة التجليات الإلهية وأبهت صيرورة القدرات في الكائنات لأنه خلق على أكمل وجه بجماليات مادية ومعنوية ومتطلباتها قال الله عز وجل في الآية الكريمة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فربنا خلق الإنسان مميزاً عن الكائنات الأخرى في جبرية العيش بشكل جماعي ولهذا السبب كان الإنسان عبر تطوره التاريخي من مرحلة القبيلة إلى تكوين الدولة ميالاً للعيش بشكل جماعي لا فردي فوجود الإداريين وتحقيق التوازن شرط بينهم وبين المجتمع كي تلقى هذه الميول الحياة في نظام منسجم وبالنظر بعين الحكمة نجد بأن الإداريين والشعب المدار مثل مرآة تعكس بعضها البعض وعلى هذا الأساس تتشكل المجتمعات من أصغر خلية لها هي العائلة والجماعة وصولاً إلى الأمة بالمستوى المادي والمعنوي للإداريين وبالمقابل يتشكل الإداريون بنصيب ومكتسبات المجتمع المادي والمعنوي لذا عدالة وكفاءة القادة تمنح الصلحة والسلمة للمجتمع وعلى العكس عدم جدارة القادة ونقص أهليتهم تسبب إفقار المجتمع ومن جانب آخر نرى بأن الإداريين حصيلة المجتمع ومنه خرجوا فالمجتمع الذي ينظم نفسه يحظى بإدارة صالحة أما المجتمع الذي يتخلى عن المزايا الحسنة غارقاً في النزوات تتسلط عليه إدارة ذات مصالح فمن هذا المنطلق يتوجب على المجتمع والإداريين البحث عن التقصير في أنفسهم والعمل على إصلاحه ولزوم المحافظة على الصلح والسلامة في الحياة الاجتماعية لا الحياة القلبية لتطبيق الأخلاق التصوفية القائلة اللوم على النفس والمسامحة للغير قال تعالى في الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن غيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم الآيات الكريمة تبين بأن نيل المجتمع للتجليات الإلهية في الكرم والرحمة والإحسان مرتبط بأحوالهم الحسنة وعند تركهم لما يرضي الله من الجماليات ترفع الرحمة والنعم عنهم وتدب الفوضى فيكون الحال على الوجه الذي بيّنه الحديث الشريف ما تحت الأرض خير مما فوقها ومن هذا المنطلق فالمجتمع الذي يرغب بإدارة صالحة من أجل العيش بأمان عليه أن يحرص على أحواله وتصرفاته فيما إذا كانت متوافقة معرض الله أم لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف بقصد إيقاظ المجتمع كما تكونون يول عليكم ولعل الحادثة التالية تعبر عن هذه الحقيقة بدلالة عميقة عن صعصعة بن صوحان قال خطبنا علي رضي الله عنه حين ضربه بن ملجم فقلنا يا أمير المؤمنين استخلف علينا فقال أترككم كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله استخلف علينا فقال إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خياركم قال علي فعلم الله فينا خيرا فولى علينا أبا بكر رضي الله عنه وفي حادثة أخرى أثناء خلافة سيدنا علي رضي الله عنه حين ظهرت الخلافات والفتن سئل مرة لماذا لم تحصل الخلافات في عهد الخلفاء السابقين كما حصلت في عهدك فرد مدينة العلم والمعرفة هذه الذات العظيمة بالقول هم أداروا أناسا مثلي وأنا أدير أناسا مثلكم معبرا بذلك أن تصرفات الإداريين تكون وليدة أقسومة واستحقاقات الناس المدارين ومن وجهة نظر الإداريين نجد الموضوع نفسه قال سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الخصوص الناس على سلوك ملوكهم إن الناس لن يزالوا مستقيمين ما استقامت بهم أئمتهم وهداتهم في الحقيقة إن عموم الناس يقلدون رؤساءهم ويقتدون بهم ولعل هذه الأمثلة التاريخية توضح بشكل جيد محاولة المجتمعات التمثل بأحوال الإداريين المعنوية كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك من هواة الأبنية الفخمة فانصرف الناس في عهده إلى هواية الأبنية الفخمة والحديث عن العمارة في المجالس وسليمان بن عبد الملك كان حاكما يهوى الطعام والشراب فانصرف الناس إلى إسراف وقتهم في الحديث عن الطعام والشراب والخليفة عمر بن عبد العزيز كان متعبدا وزاهدا فانصرف الناس إلى طرق العبادة والطاعة فتتناقل الأسئلة التي تملأ الأفئدة بالروحانية بين الناس كم آية حفظت من القرآن الكريم كم يوما صمت هذا الشهر كم من المساكين والمرضى واليتامى أحسنت إليهم في الحقيقة فإن أفعال وتصرفات الإداريين تنتقل بالعدوى إلى المجتمع عاجلا أم آجلا فينعم المجتمع بمناخ عام من الخير والجمال فيما إذا كانت الإدارة خيرة وعلى العكس فأخطاء الإدارة وعدم كفاءتها تؤدي إلى انتشار الفساد في المجتمع لذلك قال أجدادنا نتانة السمكة من رأسها وبناء عليه يتوجب على كل الإداريين توخي الحرصة والحساسية ومحاسبة أنفسهم بمسؤولية رب الأسرة وقادة الجماعات إلى كبار القادة في المجتمع جلالة الشيخ أدب عالي في توصيته للغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية عبر عن حساسية هذا الموضوع لا تنسى أن من وجد مكانا في الأعلى ليس بأمان مثل الناس في الأسفل كان سيدنا عمر رضي الله عنه يجمع أفراد عائلته أولا عندما يصدر قرارا بالأمر أو النهي قائلا لهم كان عمر بن الخطاب إذا نهى الناس عن شيء دخل إلى أهله أو قال جمع فقال إني نهيت عن كذا وكذا والناس إنما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة لمكانه مني فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر إنما يلفت النظر في الفترات التي تكون زمام السلطة في يد القائمين بوظائفهم بحساسية ودراية يرتفع مستوى رفاه المجتمع والسلطان العثماني سليمان القانوني يعبر عن هذا الحرص بشكل جميل في تعليماته التي أرسلها إلى الغازي بالي بك كن حريصا على العامة فصلاح حال المجتمع قائم على صلاح القادة والولاة فالتابعون يعكسون حال الرؤساء هناك من يقوم الليل متعبدا والنهار صائما ولكن منهم من تعلق بالمال إلى درجة العبادة فلا تكن ميالا للأشياء الفانية لأن أكثر ما يحرض الناس هو حب المال فأسرف النعم التي بين يديك على عبادة الله بسخاء فاتحا يد الكرم وابتعد عن الحسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع الصحابة في أوقاتهم الصعبة ويهتم بالذات بمشاكلهم كلها فأفعاله وتصرفاته أصبحت مثالا للإداريين يقتدون بها الفرسان الشجعان أمثال سيدنا علي رضي الله عنه كانوا يقولون في أخطر أوقاتهم نحن نحتمي خلف رسول الله ونظرا لذلك يجب على القادة أن يعلموا بأنه لا فائدة من خدمات تقدم بالتحكم عن بعد ويجب أن تكون التضحيات بالنفس من أولوياتهم دائما فرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يمشي في المؤخرة كي يصبح عونا للضعفاء في الخلف لأجل ذلك فالراعي الرحيم لا يتخلى عن نعجة سقيمة في القطيع بل يحملها ولا يتركها خلفه ومن جانب آخر فعلى قادة المجتمع أن يتصرفوا كموظفي الصيرفة على ملك الله وأن لا يتكبروا بسبب مواقع وظائفهم وأن لا ينسوا بأنهم سوف يتعرضون للمسائلة يوما ما في المحكمة الإلهية تماما كما كتب الإمام مالك رسالة لأحد خلفاء زمانه مذكرا بالنصائح التالية وحج عمر عشر سنين وبلغني أنه كان ما ينفق في حجة إلا 12 دينارا وكان ينزل في ظل الشجرة ويحمل على عنقه الدر ويدور في الأسواق يسأل عن أحوال من حضره وغاب عنه وبلغني أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه فقال المغرور من غررتموه لو أنما على وجه الأرض ذهبا لفتديت به من أهوال المطلع فعمر رحمه الله تعالى كان مسددا موفقا مع ما قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم مع هذا خائف لما تقلد من أمور المسلمين فكيف من قد علمت؟ وفي هذا الخصوص كانت حساسية الإيمان وحالة التواضع عند فاتح الأندلس طارق بن زياد مثال رائع استطاع طارق بن زياد أن يدحر جيوش الأسبان المؤلفة من مئة ألف جندي بجيش مؤلف من خمسة آلاف جندي وعندما وضع طارق قدمه على كنوز الملك قال في نفسه يا طارق كنت البارحة عبدا مكبلا بالأغلال فأصبحت قائدا بعد أن حررك الله واليوم أنت في قصر الملك وفاتح الأندلس فلا تنسى أبدا أنك ستكون غدا أمام الله يتوجب على الذين استلموا مواقع الإدارة وقيادة المجتمعات أن يدركوا وظائفهم على أنها لقضاء احتياجات الشعب في نوع من الخدمة فالأب المرحوم بإذن الله موسى طباش قدس سره عبر عن وجوب أن يرى قادة المجتمع أنفسهم خدما للشعب والابتعاد عن التكبر والعجرفة بسبب مواقعهم وخدمة الناس دائما بعواطف الرأفة والرحمة والعرفان وبالأخص التواضع قائلا أهل الخدمة عليهم أن يكونوا على الإدراك التالي فرصة الخدمة لطف من الله ولكن هذا اللطف لا يكون من نصيب الجميع فهناك أناس على الرغم من قابليتهم للخدمة في كل الخصوص إلا أنهم لا يحظون بنصيبهم لعدم مساعدة الزمان والمكان فعلى القائمين بالخدمة أن يرواها نعمة باحثين عن التواضع وأن يقدموا الشكر والعرفان للذين كانوا وسيلة لهذه الخدمة ففي العهود التي كان فيها الإداريون بمثل هذه الحساسية المعنوية كانت المجتمعات في رفاه وأحياء مادي ومعنوي لكن أحد فضائل إداري تلك الأزمنة هي الرضوخ وبكل أدب لإرشادات العلماء والعارفين من الشعب فقد كانوا يؤلفون حولهم هيئة استشارية جديرة من هذا المنظور يجب على الإداريين أن يستشيروا من هم أهل للشورى من أصحاب العلم والمعرفة الذين ينقلون لهم مشاكل الشعب بصورة حقيقية ويبحثون عن حلول لها وأن لا يسمحوا للانتهازيين بالتحلق حولهم لذلك فالأخذ بالشورى سنة من السنن الهامة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير في كل أموره ليكون مثالا لنا على الرغم من نيله التأييد الإلهي ومن جانب آخر فعلى المجتمع أن يتصرف بالاحترام والطاعة أمام الإدارة العادلة لضمان السلم والسلامة ومع ذلك عليهم مراقبة الإداريين دائما وتنبيههم بكل لباقة وأدب للمحافظة على استقامتهم عن حذيفة قال دخلت على عمر وهو قاعد على جدع في داره وهو يحدث نفسه فدنوت منه فقلت ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين فقال هكذا بيده وأشار بها قال قلت الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك قال الله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه فقلت الله الذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك قال ففرح بذلك فرحا شديدا وقال الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى مني أمرا ينكره قومني وقال سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي من هذا المنظور يتوجب على الإداريين أن يصلحوا أنفسهم ويكونوا منفتحين لنقد الناس لهم وتنبيههم لأخطائهم وتقصيرهم وأن يفرحوا لذلك وعلى المجتمع من أجل إرضاء الله عز وجل أن يقوم بإيقاظهم بأمانة وفي هذا الخصوص عليه تقديم التضحيات وترك المنافع الشخصية جانبا ففي خصوص المسؤولية فهي لا تقع على عاتق الإداريين فقط وإنما على عاتق الشعب فردا فردا من أجل سعادة وسلامة المجتمع إن مساندة الإداريين في جورهم وحتى في ظلمهم وعدم تنبيههم من أجل المنافع الدنيوية وإدارة المصالح الشخصية لضياع كبير للآخرة فمن يمشي خلف القيادة السيئة في الدنيا يمشي خلفها في الآخرة إلى النار ونظرا لذلك فواجب الحذر مطلوب من الجميع لمعرفة خلف من يسيرون قال الله تعالى في الآية الكريمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا قال الله تعالى في الآية الكريمة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ومن هذا المنطلق فتوجيه إداري المجتمع إلى الحق والخير واحدة من أهم وظائف المؤمنين في كتاب أرسله الإمام أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد بعنوان كتاب الخراج يورد فيه الوصاية التالية فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته ولا تزغ فتزيغ رعيتك وإياك الأمر بالهوى والأخذ بالغضب وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فاختر أمر الآخرة على أمر الدنيا فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى الخلاصة أن تصرفات الناس وتدابيرهم مرتبطة بتصرفات القادة وتدابيرهم وعلى العكس طبعا فإن تصرفات وتدبير القادة مرتبط عن قرب بسلوك وأحوال الناس وبالنتيجة كل هذا الكلام يؤدي إلى الباب نفسه بالتنبيه في تنظيم الأحوال والسلوك ففي الأولى الإداريون وفي الثانية المدارون وبناء عليه يتوجب على الإداريين والمدارين أن يصلحوا أنفسهم أولا عند رغبتهم في تغيير مكتسباتهم المادية والمعنوية نحو الأفضل تظهر مهارة من يقوم بمهنة الإصلاح في الأشياء التي يقوم بتصليحها وتظهر عدم مهارته في الأشياء التي لا يصلحها ومثل ذلك فعلى الرؤساء أن يروا أنفسهم مسؤولين عن الأخطاء التي تحدث حولهم وأن يركزوا على الأخطاء والعيوب التي تهمهم في أيامنا وكأنه لا يوجد أحد لا يشكو من أمره والكل تقريبا يبحث عن النقائص والعيوب في الآخرين ولكن على الإداريين والمدارين أن يشكو من عيوبهم أولا وبهذا التفكير هناك حقيقة لا شك فيها فلكي نحصل على إداريين ممتازين ونسير المكتسبات المادية والمعنوية لشعبنا نحو الخير وننال اللطف الإلهي علينا أن نقوم بإصلاح أنفسنا وإصلاح أكبر عدد ممكن من الناس في المجتمع وكذلك عندما يشكو الإداريون من المجتمع فعليهم محاولة إصلاح الذات ومحاسبة النفس إن حديث السلطان العثماني مراد الأول شهيد كوسفو دولة مسلمة في البلقان صاحب الهداية لمثال جميل في عرض أخلاق محاسبة النفس والبحث عن العيوب في الذات عندما دخل الخان مراد الأول سهول كوسفو هبت رياح عاتية مخلفة غبارا ملأت المكان لدرجة عدام الرؤية فصل الخان مراد الركعتين وهو الذي مزج سلطان الدنيا بسلطان الآخرة فالتجأ إلى ربه وعيونه تدمع قائلا يا ربي إذا كانت العاصفة بسبب خطايا عبدك العاجز مراد فلا تعاقب الجنود الأبرياء بسببها يا إلهي لا تجعلني سببا لهلاك كل هؤلاء الجنود المسلمين بعد دعاء الخان مراد هدأت العاصفة وتكبد العدو خسارة فادحة في الحرب وشرب الخان مراد شراب الشهادة حين كان يتجول بعد الحرب في ساحة المعركة بخنجر جندي صربي متظاهر بالجروح هنا نأمل أن تتغير مكتسباتكم المعنوية إذا قمتم بالمثابرة على إصلاح الحال ومحاسبة الذات وتحققوا النيل الموازي في حياة المجتمع ولكن هناك أحداث تنافي هذا التفكير العمومية عبر التاريخ البشري مثلا لقد أرسل الله جل جلاله رسلا مبعوثين لتغيير الحال وإصلاح المجتمع عند تفسخ القيم بصورة عظيمة لذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم مثال واضح على رفع المجتمع الجاهلي إلى ذروة سماء الفضيلة بعد أن أخرجها من مستنقع الجهل والظلم هذا المجتمع نصف البدائي حيث كانت البنت تدفن حية بلا رحمة وخلص الناس من عبادة الأوثان فإذا كان من غير الممكن تفسير هذا اللطف الإلهي كمكسب أو ربطه بالمستوى المعنوي للمجتمع ولكن يوجد قانون إلهي آخر يستند عليه ويتجلى من موجبات صفات الله وهو أن الله لطيف ومع هذا فمن غير الممكن أن ننتظر تجليات كهذه لأن هذه الأبواب أغلقت إلى الأبد ببعث الرسول إلى يوم القيامة وبهذه الحالة فمهمتنا عبارة عن إصلاح الحال من أجل رفع مكتسباتنا المعنوية إن فرص وإمكانات رفع المكتسبات المعنوية لا متناهية ولكن علينا في أيامنا هذه إحياء مؤسسات تقوم بتربية الناس للقيام برئاسة الأعمال بكفاءة حيث قال أحد المفكرين أهم فرق بين الأمة الحاكمة والأمة المحكومة حفنة من الناس المؤهلين جيدا هنا فتوزيع الحق والعدالة وإيقاف الإرهاب وإرواء العطش المعنوي للمجتمع يتوقف على هذه الحفنة من الناس كل مثالي يسمو ويتشكل مرتبطا بشخصية وصفات ممثليه فأصحاب الشخصية الرفيعة من الناس يجمعون الكتل من حولهم فللشخصيات الرمزية دور مهم في رفاه المجتمعات ولهذا فإن المثابرة والعمل الدؤوب على تربية هذه الحفنة من الناس من أهم وظائفنا إن الشاعر المرحوم بإذن الله نجيب فاضل في تعبيره يحثنا جميعا في هذه النقطة على المسئولية إن الشجرة التي لا تهتم ببرعمها حطب وكذا قال أحد أولياء الحق عز وجل معبرا عن المثابرة في هذا الخصوص عليك أن تنجب بنفسك الإنسان الذي تحتاجه هذا يعني أنه علينا أن نربي جيلا محبا للوطن يخدم الشعب بكل تضهية صاحب شعور تاريخي وإيمان ديني سليم وعكس ذلك فالقانون الإلهي وسنته يقضيان باسترداد النعم التي أنعمها الله جل جلاله وصفحات التاريخي مملوئة بمظاهر القانون الإلهي وعلى هذا الاعتبار إذا أردنا أن نربي أناسا يحملون الكفاءة في قيادة المجتمع ويضحون بأنفسهم من أجل الأمة ويحبون الله ورسوله علينا أولا أن ننقش في أعماق أرواحنا محبة الله ورسوله ونستعرض شخصية مملوئة بالفضائل مؤمنة بمحتويات القرآن والسنة فعلى المجتمع أن يرى كيف تكون شخصية المسلم الحق ربنا أحسن وتفضل على كل المؤمنين بالشعور بالمسؤولية والقائمين على وظائف الإدارة من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها وأصلح حالنا بلطفك أفرادا وجماعات وأن نحصل على المثابرات الجدية لنيل المكتسبات المادية والمعنوية وأن نقدم خدمات جليلة للأمة المحمدية وأمتنا ووطننا في قدرنا المستقبلي واجعل من نصيبنا تربية جيل مؤمن آمين